اشتركوا في القناة وانتقل لبرج الميزان يعني عنا مجموعة احداث وعنا شرح طويل فعشان هيك تركزوا معي لان انتقال الزهرة لحاله هاد بتحكم في فترة قادمة تقريبا يعني اكثر من شهر فعشان هيك تعرفوا شو الايجابيات اللي رح تأثر عليكم خلال الفترة القادمة طبعا القمر الان موجود في برج العقرب وهو الان في منزلة الشولة وهي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يمكث فيها حتى تمام ساعة عشرة وسبعة وعشرين دقيقة قبل الظهر يعني من ظهر يوم الاثنين ستعاش ثمانية اللي انتقل بعدها القمر لمنزلة النعائم وهي للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا القمر الان موجود في برج العقرب فعشان هيك ما زالت الاجواء يعني بتكون اكثر تطرفا او منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا طبعا من الان لغاية ساعات الفجر تقريبا اللي بكون عندهم ساعات نهار بدهم يشتروا بوليس التأمين او يجددوا تأمينهم قراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرارات حاسمة او الاهتمام بامور اللي ها علاقة بالعقارات فهاي فترة مناسبة طبعا الزاوية اللي رح تصير قبل خلو المسار وهي اخر زاوية رح تكون للزهرة هي زاوية التسليس ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة وهي طبعا الزهرة ما زالت موجودة بالعذراء فبتشكل هاي الزاوية قبل الانتقال بين القمر وبين الزهرة الساعة ثلاثة واربع دقائق صباحا هاي الزاوية بتأجج العاطفي اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وبيتحسن إبداعهم طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة ثلاثة واربع دقائق صباحا بيبدأ خلو المسار بتوقيت جرانيش طبعا ورح يستمر لغاية الساعة ثلاثة وحد عشر دقيقة صباحا يعني بمعنى آخر المدة يعني تقريب السبع دقائق فعشان هيك مش هالإشي الكبير أو اللي بيخوف لأنه عادة تنزيم ونحكي دائما أنه فترة خلو المسار هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بالنسبة لساعة ثلاثة وحد عشر دقيقة صباحا القمر خلص بيكون هيك انتهى واستقر في برج القوس فعشان هيك بالفترة هاي نجد أنه بلشنا نشعر بالابتهاج أو بالفرح نجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقدراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بعد هاي الانتقال والاستقرار بيصير فيه عندنا اللي هي انتقال الزهرة انتقال الزهرة طبعا الزهرة معروفة هي السعد الأصغر وما كانت يعني قوية في وجودها في برج العذراء الآن بدها تدخل بقوة على برجها لأنه الكوكب المسيطر على الميزان هو الزهرة فرح تجد متنفس أكثر الانتقال هذا رح يكون الساعة 24 و 26 دقيقة صباحا ورح يستمر طبعا وجود الزهرة بالميزان لغاية عشرة تسعة يعني مدة تقريبا شهر ويومين فهي مدة تقريبا نقدر نحكي أو شهر فهي مدة كويسة وجيدة نقدر نحكي إنها بتكمل توقعات شهر فبيشعروا موليد برج الميزان بقوة العاطفة وبيطرأ تحسن على مظهرهم الخارجي وبينجذب لهم أفراد الجنس الآخر بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج الهوائية الأخرى زي الجوزاء والدلو والنارية زي الحمل والأسد والقوس وكذلك كل شخص تواجد كوكب الزهرة عنده في ساعة ولادته في برج الميزان وطبيعة اللي بنولد واللي بكون عندهم الزهرة في الميزان هدولة شوي بكونوا رومانسيين بيقدروا الفن والجمال بيميلوا لتبادل العاطفة مع الطرف الآخر بيكون عندهم نوع من أنواع الهدوء والاتزان بيحبوا امتلاك الحاجيات الفنية الجميلة أو الشغلات المتخنة فيها أغلبهم بيميلوا للحرف الفنية يعني السينما التمثيل الأشياء اللي لها علاقة بالموسيقى وبرضو المهن اليدوية وجود الزهرة في الميزان أفضل بكثير زي ما حكينا من سابقتها بوجودها في العذراء فالفترة هاي بتكون متنفس أكثر وبتكون طاقتها أكثر طيب إيش تأثيرها على باقي الأبراج لما تكون موجودة هي في الميزان أو على الطوالع لما تكون موجودة في الميزان خلينا نشوف برج الحمل طبعا رح نلاحظ أنه بالفترة هاي كثير من موليد برج الحمل رح يصير عندهم خطوبة أو شيء العلاقة بالزواج أو أفراح أو بيصيروا يفكروا في هذا الموضوع هاي الفترة ممتازة إلهم للشراكة إن كان في العمل أو الشراكة في الزواج برضو اللي بكون عندهم مشاكل ما بينهم وبين أزواجهم الفترة هاي بتصير جيدة للمصالحات برج الثور ممتازة بالنسبة لإلهم على مستوى العمل ممكن يجيب لهم فرص عمل جديدة أو يبدأوا بعمل جديد أو ينتعشوا في مجال عملهم أكثر ويصير في نوع من أنواع الترقية أو الترفيعات ولكن بدهم يحذروا من أمر واحد في منهم ممكن يوقع في الغرام مع موظف يعني أنثى مع موظف زميلها في العمل أو العكس ولكن بدهم ينتبهوا لارتفاع الوزن في هاي الفترة عندهم قابلية لزيادة الوزن بشكل كبير برج الجوزاء طبعا بالنسبة للجوزاء لأنه البيت الخامس لإلهم فهاي الفترة ممتازة جدا لأنها تعطيهم حظ عاطفي ومالي وفرص حمل بتيجي للنساء الفترة هاي فهاي فترة قوية جدا ممكن يعلنوا لها خطوبة أو ارتباط أو علاقة جديدة أو حب جديد أو يعني على الغراميات وبرضو على أمور الأبناء ممكن مناسبة لأحد الأبناء تكون مميزة جدا أو ارتباط بالنسبة لموليد برج السرطان بيستفيدوا في مجال الأمور العقارية والعلاقات العائلية ممكن يشتروا بيت جديد أو يزينوا بيتهم أو يعملوا ديكور جديد مثلا أو فرحة بتدخل على مستوى البيت عندهم بتكون ممتازة جدا أو بهدأ بالهم من مشكلة قديمة كانت لها علاقة بأحد أفراد العائلة بتنحل وبرضو اللي بده بينقل على بيته جديد أو يشتري بيته جديد هاي فترة ممتازة برج الأسد برج الأسد بتتركز كلها على التنقلات عندهم الفترة هاي بصير عندهم نشاط عالي جدا ومكاسب من الأمور اللي احنا رح نذكرها مكاسب من سفر مكاسب من اتصالات مكاسب من ترويج لسلعة معينة قدرة على الإقناع سرعة بديهة عالية تعزيز العلاقة بتصير قوية بينهم وبين الأخوة بينهم وبين الجيران في منهم ممكن يعني يستثمر إشي العلاقة في المجالات الفنية إذا بيشتغل في المجال الفني فهذا أكيد رح يكون شهر حظ بالنسبة لهم بالنسبة لموليد برج العذراء تيجي مكاسب مالية أفكار كيف يكسبوا مال أو أرباح أو حتى تحصيل على مكاسب هدايا انفراجات مالية سداد ديون يعني كلها برضو بتيجي على الأمور المالية بتفتح لهم أبواب حظوظ على المستوى المالي أما بالنسبة للميزان فهي بتعطيه فرص عاطفية ومالية واهتمام بالنواحي الفنية لأنه هو عندهم فعلى المستوى العاطفي بيستفيدوا على المستوى المالي بيستفيدوا على النواحي الفنية والتجميلية برضو بتكون ممتازة جدا بالنسبة لموليد برج العقرب بيستفيدوا على مستوى تعاملهم مع المؤسسات أو الشركات الكبيرة اللي بيشتغلوا بالمستشفيات أو في السجون أو في شركات كبيرة ممكن عمل جديد ممكن أمور لها علاقة في مجالات تعزيز العلاقات والشهرة يعني ممتازة وفي منهم رح يهتم بالأمور الغيبية ويحققوا برضو تنفتح لهم مجالات في هذا الشيء يعني زي تطور فكر أكثر أو يكتشفوا مواضيع جديدة بالنسبة لموليد برج القوس على مستوى النشاط الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية وفي منهم ممكن يرتبط بشخص من خلال مناسبة اجتماعية أو دعم من أصدقاء أو أصدقاء جدد بيكونوا بمستوى عالي مثلا بالمجتمع أو ممكن يحققوا أشياء لها علاقة يعني على حسب كل واحد وحق الاختصاص وعشان من هيك بظل أحكي أو 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 فربة البيت بتختلف عن اللي بيشتغله في مجال فعشان هيك منظن نحكي كلمة أو فهي على النشاط الاجتماعي أما بالنسبة لبرج الجدي فهي بتيجي في مجالات العمل مجالات العمل مع رؤسائهم في شركات جديدة فرصة لعمل جديد ابتداء عمل جديد بالفترة هاي برضو هاي بتعطي فرص للترفيع والترقي والمناصب فهي منتازة جدا أما بالنسبة لموليد برج الدلو فهي جيدة وممتازة على مستوى السفر البعيد الهجرة الاتصالات البعيدة الدراسة الجامعية العلاقات من ضمن جامعة مثلا اثنين بيبدأوا علاثة عاطفية ما بينهم وبين بعض إما بسفر أو بجامعة أو بأكاديمية أو بمؤسسات تعليمية وبرضو اللي عندهم قضايا قضائية الفترة هاي بصير لصالحهم أو بتظهر نتائج لصالحهم أو بتتحول القضية لصالحهم أكثر أما بالنسبة لموليد برج الحوت فهي بتجيب لهم أموال كانت يعني منيول شبه معدومة أو أموال بتيجي من ضمن شراكة أو أموال شراكة أو ديون قديمة ميراث يحلوا قضية ميراث في منهم أشخاص بتجيهم تعويضات كانوا تتضروها الفترة هاي ممكن تنحل أو ديون أو قروض مثلا قرض بيكون متعسر الفترة هاي بتنحل قضيته ممكن يجيهم قرض معين يعني على الأمور المالية والأموال المشتركة فهي ممتازة جدا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال أول زاوية رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة خمسة وست وخمسين دقيقة مساء بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة ستة وتسعة وثلاثين دقيقة مساء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أكثر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة وثلاثين دقيقة مساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في القوس فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة ثمنتاش ثمانية بيبدأ في تمام الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره ثمن أيام فيه تمام الساعة احداش واربع دقائق صباحا بيصبح تسع أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية هي منتحسة ولكن اليوم بنسبة أقل بتوصل لعشرة في المية القمر في العقرب بدو ينتقل للقوس ورح يستقر في القوس لغاية ثمنتعاش ثمانية منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في العذراء حتى يوم ثلاثين ثمانية اليوم سعيد بنسبة عشرة في المية الزهرة في العذراء بدو ينتقل للميزان حكينا ورح يفضل فيه الميزان لغاية عشرة تقريبا عشرة تسعة منتحس بنسبة عشرة في المية بسبب الانتقال المريخ في العذراء حتى يوم خمسة عش تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتعاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احد عش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشرة في المية نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بيظل اليوم في فرص بتيجي لمكسب مالي من الان طبعا لغاية ساعات الصباح المصدر هذا بيجي من شراكة او تعويض ولكن بتكون تنتبهوا لصحتكم او صحت قريب لكم لانه بتكون بحاجة للرعاية اكثر طبعا التحركات اليوم رح تكون لصالحكم ولكن ما قبل ساعات الصباح هي اللي بدو يكون فيها الحضر رح يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والصبر والدبلوماسية وخصوصا في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات او تصحيح بعض الاخطاء حاول انك تتقبل اراء الاخرين بدون اي تحفظ رح تنشغل بمعاملة او بملف لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتختلف الامور تماما بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة والدراسة الجامعية بتشعروا بقوة العاطفة وتجاهب احبائكم معكم ممكن بعضكم يخرج في رحلة او البعض الاخر ترويج لعمل او تحصل على معلومات انت كنت ما بتتوقعها رح يكون في نوع من انواع النجاح والحض على مستوى حياتك العاطفية والعائلية وحتى العملية فهاي فترة ممتازة جدا حاول انك تبدأ باستغلالها برج الثور طبعا بينصب تفكيركم من الان لغاية ساعات الصباح حاول تدعيم شراكاتكم القمر ما زال موجود مقابلكم ولكن في ساعات الصباح رح يتحرك للبيت الثامن فعشان هيك بيظل مطلوب منكم تحافظوا على هدوء عصابكم نبرد صوتكم حاول انك ما تعرض لقاءاتك للفشل هاي الفترة ما زالت متوترة لانها من اكثر ايام الشهر فيها ضغط القمر مقابلك تماما عشان هيك حاذر من الخصام وحاول انك ما تعادي احد اتجنب الخلافات كليا لانه بالفترة هاي خصمك دائما بكون اقوى منك فعشان هيك ما بدك انت تخسر يعني بدل ما تكسب تخسر طباعك هي اساسا بسبب خلال الطاقة هاد بتصير طباعك مش هادئة وسهل جدا استفزازك في ساعات الصباح بتنشغلوا في اعادة ضبط اموركم المالية بتتحول الامور لا امورش الاموال المشتركة يعني الامور المالية اهم ايش انك تسارع لتهدئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير ممكن تطلقى مساعدة ممكن تطلقى نوع من انواع التعاطف عليك انك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي فالفترة هاي يحاول انك تستثمرها هي ضايل كمان يومين بمعنى اخر بس انه اليومين هذول اللي انت مقدم عليهم افضل من الايام الماضي برج الجوزاء انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم وحاولوا انك تنظموا جدول غذائكم وحاولوا انك تأخذوا قصد كافي من الراحة طبعا الان القمر موجود في منازل المقابلة لما بكون في البيت السادس السابع الثامن هي اضعف الفترات اللي بيعاني منها موليد اي برج الان هو في البيت السادس فعشان هيك بتركز على العمل وبتركز على الصحة اكثر شيء الفترة هاي ممكن ترتاح لسير بعض الامور الروتينية اليوم بالرغم من كثافة المطلوب منك حاول انك تراعي ظروفك الصحية وتعيد ترتيب الاوضاع لا تتحسن احوالك وخصوصا من الان لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الاجواء بتتغير بتنجحوا بنوع من انواع التفاهم مع شركائكم او بصير في حدث معين بتطلب انك انت تتحدث مع شركائك ان كان شركاء المال او شركاء العاطفة يعني ما بينك وبين زوجتك او خطيبتك يعني بتطلب هاي الامور ولكن انه برضو هاي الفترة ممتازة بما ان الزهرة بدها تنتقل فبوسعكم برضو اتمام خطبة او زواج او توقيع عقد تجاري هاي فترة ممتازة جدا برضو هاي رغم انه كل اللي حكينا فيه اشياء ايجابية انه لا بتجد انه فيه لحظات فيه نوع من انواع الضغط اللي ما بينفعك فيه سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات او الخلافات فعشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب برج السرطان طبعا ما زالت الاجواء جيدة بما انه القمر ما زال في البيت الخامس فمن الان لغاية ساعات الصباح الاجواء ايجابية ولكن بيبدأ فيه نوع من انواع الضغط من ساعات الصباح فعشان هيك من الان لغاية ساعات الصباح بتجتازوا فترة ايجابية تبعث على البهجة والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا ماليا هاي فرصة مناسبة لتحقيق انجاز حاول انك تضع مخاوفك جانبا لغاية ساعات الصباح طبعا وما تتهرب الاجواء بالنسبة اليك اجواء مناسبة ممكن تنفع هاي الاجواء للتلاقي للتعارف للحب للغرام تعتبر هاي الفترة ممتازة جدا طبعا من ساعات الصباح الاجواء بتختلف لانه القمر رح ينتقل ويبدأ في مراحل المقابلة رح ينتقل للبيت السادس لا اليك فبتكوا تنتبهوا اكثر لصحتكم تنتبهوا اكثر لغذائكم وراحتكم حاول انك تكون منظم حاول انك تحسن ادارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين او مع زملائك حاول ما تهمل صحتك لانه الفترة هاي بتركز على العمل وعا الصحة اكثر شيء فلا تأجل ولا تماط العمل حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية برج الاسد ما زال الضغط من الان للصباح بركز على امور المسكن او البيت او العائلة فممكن تنهمكوا بادخال تعديل على مسكنكم او تهتموا ببعض الامور العائلية منكم ممكن يغير سكنه او اقامته او يميل لا افراد العائلة او تعاون ما بينه بين افراد العائلة او يكون عنده مناسبة عائلية اهم شيء انك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية بانها تأثر على استقرارك وممكن تنهمك بحل مسألة عائلية او شخصية وممكن شوي يكون عليك بعض القلق او تتدمر لاقل اشارة حاول تضبط اعصابك وتمشي الفترة هاي على خير لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الاجواء رح تختلف تماما فبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ممكن تنفرج اساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا هاي فترة ايجابية ومناسبة لطرح الافكار والارتباط اهم ايش انك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والاحباء وحاول انك تستغل الفترة هاي لتصحيح الاخطاء الاجواء اللي قادمة ممتازة جدا فلازم انك تستغلها برج العذرة طبعا ما زال النشاط على مستوى الدراسة والسفر والاتصالات هو اللي مسيطر عليك خلال هذا اليوم من الان لغاية ساعات الصباح فهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة لتعزيز العلاقة مع اخ او جار ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة حاول انك تعبر عن رأيك وفاوض بجراءة بتتمتع بسرعة الخاطر والقدرة على ايجاد الحلول ولكن زي ما حكينا بالأيام الماضية دون انتقاد ودون عصبية عشان ما تكون الامور مبهمة وتصير انت المسؤول او انت الغلطان يعني بدك تكون واضح بطرحك طبعا هاي الامور رح تضل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير التركيز اكثر او بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ممكن تجدوا تعاون من احد افراد العائلة في مسألة ما او ممكن تقلق حول وضع عائلي او منزلي او ممكن تظهر مشكلة شخصية اهم شي انك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الاجواء جمالا بيكون فيها نوع من انواع العدائية ومتوترة بدك تراعي وضعك الصحي برضو بشكل جيد حاول انك يعني ما تهمل صحتك وبرضو ضبط العصاب مطلوب برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم الفرصة بتصير متاحة او بتضل متاحة للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي او ممكن هدية او تجيك هدية معينة او جائزة او تحصل اموال اليك بتتحسن عندك المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس اكثر ممكن تختفي بعض الهموم وتطمئنها واجسك من الان لغاية ساعات الصباح حاول انك توظف اموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة اجنبية او غريبة في ساعات الصباح الاجواء رح تتغير احسن واحسن رح تنشطوا بالحركة بالسفر بالاتصالات ممكن تعززوا العلاقة مع اخ او جار او صير تعاون ما بينك وبين اخ في الفترة هاي بتعززوا قدرة التواصل والاتصال بتكون عندكم قوية جدا بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة عالية جدا بتلفت النظر الاجواء عندك اجمالا رح تصير لطيفة ورح تحمل لك هاي الفترة لقاء عاطفي او مصالحة او ورشة عمل لتأهيل قدراتك يعني مثلا اللي باخده دورات معينة على اساس انه يستفيدوا منها في الفترات القادمة برج العقرب طبعا انتو النشاط موجود الآن حيوي موجود طبعا بتلاقي انو في نوع من انواع الكريزما هيكة او بينجذبلكوا افراد الجنس الاخر بالفترة هاي اكثر من الفترة الماضية اهمش انكم تبادروا لخطوة جديدة من الآن لغاية ساعات الصباح من شأنها انها تدعم مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة بالفترة هاي ممكن تتلقى اشارة او خبر بتنتعش العواطف عندك وبتزدهر اللقاءات بشكل كبير ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما بعدكم يفرح لحدث كبير هاي تعتبر فترة جيدة طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتركز الامور على الامور المالية فبتنهمكم في ضبط ميزانيتكم بس اهم اشي انكم تمتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف اموالك حاول انك بس تكون عاقل في صرف الاموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي او قرض او تفكر في بعض الاستثمارات او التوظيفات في منكم ممكن يحصل على هدية او ربع يعني شيء مميز خلال هذا اليوم هاي تعتبر فترة ايجابية ممكن تحقق من خلالها ارباح اذا استثمرتها بشكل جيد برج القوس طبعا ما زالت الاجواء ضاغطة عليكم لان القمر ما زال موجود في بيت المتاعب الان بجهز حاله للانتقال في اخر درجات في برج العقرب فعشان هيك بتكونوا ظلوا منتبهين على حالكم صحيا ونفسيا لغاية ساعات الصباح رغم انه ما في مخاطر لانه اخلووا المسار قصير بس حاولوا انكم تنجزوا ما بوسعكم من العمل الضروري اخلدوا للراحة ابعدوا عن المغامرة وعن الرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الارباح والمعنويات الحيوية اهم شي انك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظوظ لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتتغير الاجواء لان القمر بصير عندك فبيزول هيك التعب كله والارهاق هذا ببلش يختفي بتمتلكوا نشاط وحيوية اكثر ممكن تبادروا اليوم لخطوة جديدة اتدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس يعني بعد الفترة الماضي هاي اللي كان فيها نوع من انواع الهدوء والركود اللي يأثر عليكه بشكل كبير عليك انك تتحلى بالحكمة والواقعية للامور وبتشتد اليوم عزيمتك وبترتفع عندك المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر اذا تحركت برج الجديد طبعا بتكون تحاولوا انك تنجزوا كل الاعمال الضرورية قبل ساعة الصباح لانه في ساعة الصباح القمر رح ينتقل ويصير في بيت متاعبكم في القوس فعشان هيك الان هاي فترة ممتازة بتنشطوا فيه من خلالها اجتماعيا وبتلتقوا اشخاص بترتاحوا لهم او بترتاحوا لصحبتهم بوسعكوا تحقيق امني بمساعدة صديق وهي فترة مميزة لتحالف للتعاون وللمشاركة في فعالية معينة حاول انك تقتنص الفترة هاي الى اعلان رأيك وللحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بدك تنتبه بشكل جيد على صحتك وعدم المبالغة في انجاز ما لديك من عمل متراكم لانه وضعك الصحي او النفسي بيكون شوي او طاقتك بيكون ضعيفة فبدك تكون هادي بالفترة هاي لانه هي بطبيعة الحال بتهدأ فيها وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك او تعاني من تراجع معنوي او صحي اهم شي انك ما تحسم امر في هاي الفترة لانها هاي الفترة تعتبر سلبية ومخيبة للعمل ممكن تندم على اي خطوة بتقوم فيها اذا ما درستها بشكل جيد عشان هيك منقول اذا في مجال تأجل ليومين بيكون افضل اذا ضروري بدك تدرس وتراجع اهل الاختصاص انه تدرس الشيء والدقيق في تفاصيله ويبل ما توقع عليه برج الدلو يوم مناسب لللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تحسين على عملهم واللي بيعملوا ممكن ينجحوا باثبات جدارتهم وانه الرضا المسؤولين تقدروا اليوم اتحافظوا على هدوءكم حاولوا انكوا بس ما تثيروا الفتن والمشاكل حاول انك تكون بعيد عن هاي الاجواء هاي فترة مهمة ممكن تمتحن وضعك بشكل جيد اهم ايش انك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الاخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك طبعا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الاجواء بتتغير بشكل كلي لانه القمر رح يصير في برج حليف لالك فبتتلقى او بتلتقوا الاصدقاء خلال هذا اليوم منكم ممكن يحقق امني بمساعد الصديق او منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الافاق عندك وممكن تحتفل بنجاح او تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الارباح هاي فترة ممكن تفرح لوقوف احد الاصدقاء او الاقارب لجانبك اجمالا رح تخف عليك الضغوط بشكل كبير الفترة هاي وبيطمئن بالك ولكن حاول انك تنجز كل شي ضروري ومهم في خلال اليومين هدول قبل ما يوصل القمر لبيت متعبك برج الحوت طبعا الفترة هاي ممكن يصلكم خبر صار من بعيد او تشعروا بقوة العاطفة مع الاحباء ما زالت الاجواء جيدة وممتازة جدا بالنسبة للكم فعشان هيك حاولوا تستغلوها قبل ساعات الصباح اذا في عنكو اي شي ضروري او مهم حابين تنجزوه هذا يوم مناسب لا اجراء مقابلة لا اتصالات لا امور قضائية لا امتحانات جامعية او مناقشة موضوع معين بتستعيدوا حماستكم اكثر بتنطلقوا في تنفيذ خطة او فكرة جديدة ممكن تتلقى اشارة او خبر صار وتعتبر هاي فترة مميزة جدا ممكن يعني تجد النشاط عندك عالي جدا في هاي الفترة او تشكل هاي الفترة محطة للانطلاق بورشة جديدة طبعا كل الامور هاي الايجابية بتضل غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح مش انها بتصير امور سلبية ولكن بتصير فترة يا بتكون معك بشكل كامل يا بتكون ضدك بشكل كامل ما في حلول وسط فيها فعشان هيك بتنجحوا اجمالا فيها بالمحافظة او المحافظة على سمعتكم او مصالحكم الاجتماعية او على مستوى عمل جديد ممكن تحافظوا على انجازاتكم القائمة با لكن اهم اشيه اذا بتهدئ من روعك ما بتنفعل ما بتعصب ما بتخالف القوانين ما بتجازف بالفترة هاي بسمعتك فالفترة ايجابية اذا خالفت تعليمات اللي انا حكيت لك هيها هاي اعرف ان الفترة هاي رح تكون ضدك فعشان هيك اهم اشيه تحافظ على سمعتك ما في داعي للمجزفات في الفترة فترة اليومين القادمات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء